ناخد مثال لو سمكة ماتت في البحر مش بتنزل في القاع وتتحفر دي بتطفو وبعدين بتتحلل وعن بتتاكل ايضا امتى تتحفر لو في املاح كتيرة وضغط كتير وحرارة شديدة ساعتها تتحفر وتدخل جوة الطبقات الرملية دي اللي احنا بنشوفها دلوقتي فعندنا حاجة اسمها مقابر الحفريات مقابر الحفريات دي بنلاقي فيها عظام لديناسورات بنلاقي فيها طيور بنلاقي فيها كائنات مائية دول ما عاشوش في مكان واحد دول اتدفنوا في مكان واحد فالحفريات هي عبارة عن مقابر لدفن حفريات كتير جدا عاشت في اماكن مختلفة فإيه اللي يجمعهم مع بعض في الحفرية هو طفان عالمي مياخ غسيرة جدا سببت هذا الامر على بعضه عشان كده عايز نتكلم عن الديناصورات بقى بالتفصيل يعني قبل الديناصورات عشان تتحجر يعني لازم يكون فيه عدة عوامل يعني مش بس المي والكارث اللي أكيد فيه شيء حدث تيصل لهذا المدار أقول لك العوامل ومش ملايين أو بلايين لا لا ده لازم تكون عملية سريعة جدا لأنه لازم ينفصل عن الأكسوجين مرة واحدة لازم الدفن السريع يعني بعد الموت لازم يكون فيه دفن سريع فالدفن السريع ده حصل إزاي الكائنات اللي ماتت في الطفان اللي هما خارج الفلك فيه كمية مياه كتير قوي وكمية أملاح ورمال كتير قوي دفنتهم وحجرتهم أنا عندي صورة لحاجة اسمها اكتيوسورس بيولد ده ما بيخدش ملايين السنين ودي حفرية مش رسمة فالحفرية دي بتوري أن سمكة مثلا بتاكل سمكة دي ما بتاخدش ملايين السنين عندنا حفريات في متحف الخليقة موجودة حفرية مش رسمة ولا موديل ولا حاجة ده يوري نداء عمل سريع جدا إحنا في المدارس كل انطباعنا عن الحفريات إنها تحتاج ملايين السنين وفاهمين طبقات الأرض تحتاج ملايين السنين لكن ده كله ممكن يتفسر بالكارثة العالمية الضخمة والجيولوجيا الكارثية بتاع التوفان نوح طبعا ده موضوع ضخم الحالو لكن هنركز فيه أنه لازم عشان يحصل تحفر لازم يحصل الدفن السريع لازم يكون فيه أملاح كافية لازم يكون فيه حرارة كافية لازم يكون فيه ضغط كافي لكن لو الأجسام تعرضت للهواء هتتحلل وهتفسد وهتفسد مش هتتحفر والتحفر معناه أملاح دخلت هنقول في العظام لكن ممكن الصوفت تيشوز كمان الأنسجة الطرية تتحفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر